طب احنا يعني برضو نروح مع بعض نشوف استعدادات فعاليات الاحتفال بتوقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة لسفينة الحويات أفر جيفن البانامية بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة ممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء وشركاء الدوليين حيث وفقت محكمة الإسماعيلية الابتدائية الاقتصادية على رفع الحجز التحفظي على سفينة البانامية تمهيداً للمغادرة النهاردة يوم الأربع لميناء راتردام بهولندا لمزيد من التفاصيل نروح مع زميلي مراسل أكستر نيوز أيمن عماد أيمن صباح الخير المزيد من التفاصيل لديك تفضل صباح الخير خلود بالفعل يعني بعد توقف سفينة إفر جيفن العالمية يعني لمدة ثلاثة أشهر حتى الآن يعني أقل من ساعة سيتم توقيع اتفاقية يعني سيتم سيتم اتفاق توقيع اتفاقية ما بين الشركة المالكة لهذه السفينة العملاقة وبين هيئة قناة السويس لتوقيع تسوية اتفاق للإفراج عن هذه السفينة التي بالفعل صدر إقرار من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية لتحرك السفينة بعد توقيع الاتفاق هذه السفينة نذكر أستاذ المشاهدين بأنها في الثالث والعشرين من مارس الماضي يعني جنحت في مجرى الملاحية لقناة السويس وتوقفت على إثرها الحركة الملاحة لمدة ستة أيام حتى التاسع والعشرين من مارس الماضي إلى أن تدخلت الفرق التابعة لهيئة قناة السويس والمشرفين في الهيئة وغيرهم من جميع الأبطال الذين شاركوا في هذه العملية وتم تحريرها بعشر قطرات تابعة للهيئة بالإضافة أيضاً لأربع قرقات سهموا في رفع سبع وعشرين ألف متر مكعب من الرمال من مقدمة السفينة ربما الجميع ينتظر ما هي البنودة التي سيتم الاتفاق عليها وما الغرامة التي وقعت على الشركة الملكة لهذه السفينة ربما هذا سيتم الإعلان عنه خلال المؤتمر الصحفية المرتقب بعد ساعة من الآن من خلال بحضور رئيس هيئة قناة السويس المهندس أسامة ربيع بالإضافة أيضاً لممثل الشركة الذي حضر هنا لتوقيع الاتفاقية شكراً لك زميلي أيمن عماد على كل هذه التفاصيل أيمن نحن هنتابع معك طبعاً آخر المستجدات وكل ما يتعلق طبعاً بهذا الموضوع الهام شكراً لك زميلي أيمن عماد